بسم الله الرحمن الرحيم نحن نتحدث عن الماكرو ادوبشن اللي هو موجود البيم على مستوى الدولة على مستوى الصناع أو على مستوى قطاع معين يعني على مستوى الكبير مش بنتحدث عن تقييم اشخاص أو بنتحدث عن تقييم حاجة صغيرة لن نتحدث عن مستوى كبير في البيم في الرومارك للدكتور بيلا السكر في خمس نمازج رأسيين تقدر تقيم بهم عملية البيم نحن نركز النهاردة على اول مرحلة اللي هي ديفيوشن الارياز ده بيعتمد على التكامل بين البيم ستيجيز مع البيم فيلدس بيبدو هما دول البيم ستيجيز بيكاوم من ثلاث اجزاء والبيم فيلدس بيكاوم من ثلاث اجزاء فبيتكاملوا مع بعض أو بيتدخلوا مع بعض في تسع نقط هنا بنشوف الموديلينج يعني الشركة بتعمل موديل بسيط ممكن يكون مثلا بتعمل موديل معماري بس ما عندهش حد بشغل كهروميكانيكل فبتدي الكهروميكانيكل دوت بتدي قسم الكهروميكانيكل سواء هو الكهروميكانيكل جوى الشركة او شركة تانية بديدوله على هيكاد او دي دابلو اف او بي دي اف المهم انه هو باش بيديله موديل يقدر يستفد منه فبنشوف الموضوع دوت موجود في اديف التكنولوجي وموجود اديف البرسيس وموجود اديف البوليسي هنا ده تقييم حيي باش زي ما اغلب الدراسات بتعمل انها بتعتمد على دراسة يقولك احنا في شركات ايه بتستخدم بنامج ايه وخلاص لانتكيها جزء صغير خالص اللي هو جزء بسيط من التكنولوجي فهو كده ما ندخلش في البرسيس ولا البوليسي لا احنا هنا بنعمل تكامل بين التكنولوجي والبرسيس والبوليسي باشوفهم موجودين في كل مرحلة بمقدار قد ايه وموضوع الكلبريشن دلوقتي انت باع عندك كل موديل بيبدأ يتعاون مع الاخر باعدي اثنين موديل وبعد كده الانتجريشن انه هو بيتكامل مع بعض وانه هو يبقى موديل واحد يتكوم من معمارة وانشاة وكهروميكانيكل بالشكل دوت هنشوف ازاي في التكنولوجي وزاي بروسيس وزاي في البوليسي نبدأ نقيم ونشوف مثلا نقول في عندي خمس شركات هنا وعندي خمسة وتمانية شركة موجودين هنا وعندي خمسة شركة هنا تبدأ تقيم يعني تبدأ دلوقتي تقدر تقول ايه افضل في تطبيق البيم قطر ولا الامارات ولا مصر ولا كذا عن طريق ان انت بتعمل احصائيات للشركات الكبيرة اللي موجودة واللي شغالة في مجال البيم عندي تاب حاجات عندي الفيلدس بيتكوم من البوليسي والبورسوسيز والتكنولوجي شرحنا الموضوع ده بالتفصيل التكنولوجي حاجات اللي هي صفتوير والهاردوير والبورسوسيز العمليات اللي حم نتعملها عشان منطلع البيم بصورة جيدة البوليسي السياسات والقود وهكذا ده الفيلدس وبعد كده عندي الستيجز اللي هي البرحل بتاعة البيم دول لما بيتكونوا مع بعض الستيجز موديلين وكلبوريشن وانتجريشن الاتقاد دول بيتعارضوا مع التلات دول فبيتكون للتسع مناطق رأسيين بالشكل دوت ادوى عندي التكنولوجي البورسوسيز البوليسي وعندي هنا فيه تلات مراحل موديلين كولبوريشن وانتجريشن فانا عايز ابدأ اقيم فاشوف فيه كم شركة موجودة هنا وكم شركة موجودة هنا وكم شركة موجودة هنا كم شركة موجودة هنا بحيث ابدأ احكم على وجود البيم في الدولة او في مجال الصناعة واعرف ايه الحاجة الموجودة عندي وزي ابدأ ارفع مستوى البيم ده كل الدول لطبات البيم ما مانطتش بوم كده لات نفسها عندها بيم لأعملت دراسات قريبة من هذا وبدأت شوف ايه نقطة ضعف اللي فيها هل هي عندها مشكلة في التكنولوجي ولا مشكلة في البوليسي وهل في نسوسة المرحلة دي ولا الناس كلها لسه او المرحلة بها دي بتبدأ مع خبارات تشوف هنوصل للمرحلة دي ازاي هتلاقي عندنا دلوقتي بقى ايه ان الموديلينج موديلينج تكنولوجي وعندي موديلينج بروسيس وموديلينج بوليسيس وبرضو كوبريشن كوبريشن تكنولوجي كوبريشن بوليسيس وكوبريشن بوليسيس الانتجريشن بيتعارب برضو معينا انتجريشن تكنولوجي انتجريشن بوليسيس انتجريشن بوليسيس ده ده رسم موجود هنبدأ نشوف بها بعد كده ايه في ناس طبقت الموضوع ده علي الدول كتر جدا وممهات ده موجوده على النت لوحد عايزها هيطلع لحاجه مسلا مشاكل دوت ان انا اعرف ان انا واحد تمنين في المئة من الشركات الموجودة في الدولة لسه في مرحلة اقولة بالنسبة لتكنول ووصل تمنين واتين في المئة للبرو وواتمنونين في المئة في البروسيس خمسة في المئة بس البداءت تخش هنا في المرحلة ديت وهكذا بس تبدأ انت تعرف مستوى البيم اللي عندك في الدولة كلها او في قطاع الصناعة. الدراسات دي مهمة جدا مش مش مال اخينا لا ده حاجة مهمة جدا نحن نهتم بيها ونحن نحاول نطبقها ونعرف مستوى البيم بوس اللي فين من غير من منزود من غير من قل لأ همتشوف الارقام صحة كام لحد ما نعرف احنا موجودين فين وهنوصل ازاي ان احنا نبقى كلنا كل الشركات وسط لمستوى عالي جدا في تطبيق البن.